مرحبا بكم في هذه الحلقة سنرى فيها افضل تطبيقات لتعلم اللغة الفرنسية. اولا سنبدأ بالدكسيونير اللي ممكن نستعملهم. هذا فرنسي للاشارة على تطبيقات كاملة كانت في جوجل اف بلاي عفوا بلاي دكسيونير فرنسي فرنسي من افضل لدكسيونير اللي كانين هو مجاني. مرة مرة تنصدفو مقنجوغي ما تنعرفوش اش من ورد. مثلا جو ذو لذو 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 لذو. في غلالي تنعرفو شخص آي سناري نحن نش نكرس التكليل لذو 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 considerable تعطينا لذيكس بيكسين لكينين تغيير المعنى voilà و تضيف واحد الحاجة اخرى c'est la conjugaison ها هي la conjugaison دي دي verbe par exemple présent دو لندكاتي je veux tu voilà tout le temps voilà ممكن هاد الكلمة المثلا اللي بحتنا عليها تنديرو هاد لي طوال علاش باش تبقى لي مسجلة هنا يا يعني هنا تنجيل الكلمات اللي سبق لي بحت عليهم وعرفت المعنى دي لهم voilà هادا اول تطبيق تاني تطبيق حيتش مرات ما كان فاهموش المعنى ديال ديال امو فرنسي فرنسي سنلتج اول ترجمة هنا غنستعملو تطبيق اخر المعاني فرنسي عربي هنا الاتاحة ولا كيتح لنا الفرصة اننا نبحثوا على اي كلمة مثلا طابل هنا وتعطينا المعنى ديال اولا الترجمة ديالها بالعربية ايضا ديكسيونير اخر غو بيرسو كونتكس باش مزيان هادا هو محتاج الانترنت محتاج الولوج الانترنت مثلا وي سيعطينا سيعطينا المعنى حسب السياق او حسب الجملة يعني ممكن اي كلمة يتغير المعنى ديالها هاد اللطخ هاد ديكسيونير سيعطينا ذاك الليمو من بين افضل اللي ديكسيونير سوا غير هو محتاج الانترنت محتاج التواصل الانترنت وي نزيدوا الاتخافي ديالنا الاغلبية ديالنا الاغلبية ديالنا الاغلبية ديال الكلام كيعانيو من هذا التطبيق جميل جدا رائع سيتحنا الفرصة ديال جميل جدا دي恭喜ي четыре اي خلاة الشيخة oui طوير جميل جدا resultرد ديالنا ا Soul سيطينا طبعا الطعم طعاة 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 لغيقل اي لديفنسيون حتى التعريف لديفنسيون ديال المو كي أعطي هدل هدل الكونجيغر تطبيق جميل ايضا هو كنحتاجوه مثلا الكتابة او لا لا أهدل تحدي حنا اننا نكتبو اولا ايضا يبيان انا نتقوم ايان لانجه فرنسيون كي أعطينا هنا امسيبل ديال الميكرو حيث ديال الميكرو هو ليكن سجل بيهدار كونا كانش تسجل جميع الفخاز اللي تنقول ان فرنسي انهم تيتسجلوا الاشارة بسيطة هذا الطبيق يحتاج الى الانترنت اخر الطبيق اللي غنشوفوه في هذه الحلقة اسمته فان ايزي لرن غنكتشوفو هذا الطبيق هذا وجهة جميلة لنراحب هو طبيق انجليزي فرنسي سنرى مثلا نمشيو الفاميلي اخر نشوفو اشكال الفامي الفامي كتابة مع النطق مع الصور اي انه يقدمنا العديد من الكلمات من بعد سيعطينا الامكانية ديال تمرين الصور كنختار الفاميه لاج الفاميه 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 لابر باش نكتشفوه لاطر نشوفو تمرين اخر مثلا فرير فرير يقررنا الكلمة وسيطلب مننا اننا نكتبوها فرير سر مار مار بار يعني انها تطبيق فاميه كي تحن اننا نعرف الصورة ديال الكلمة النطق ديال الكلمة وكذلك تمرين لتطبيق ذلك الاسم الذي تعلمناه مثلا هناك العديد العديد من المعلومات هنا في هذا التطبيق الفاميه ماتلا好 تنامها ماتلا مرة ويبندا السحا متلام مالادي رم allergie intoxication فري طام يعني إلى هنا أترككم لاستكشاف هذا الطبيق هو الطبيق رائع وجميل جدا إلى هنا تنسهي حلقتنا لا تنسوا دائما الاشتراك في قناتنا ودعمنا بالبرتاج مع الأصدقاء إلى اللقاء